الدور يتحسن ولسه؟ دوري الدور ايها اللي يتحسن؟ الدور بن مصر. دوري الان ما ا zwischen clients قليل الدوري يعني NT400. ما اهل العرب عن دهها اتنين وعشرين نقطة فرق ما يال juntoة. و الفرق اسماعي اتحاد عن ده عشرين نقطة. م passionate. او اي فريق ما زال اي طموع. حتى الان اهل اللي ملعب سواء ثمان مباراة صحيح حلقة العامة الكاملة اربعة وعشرين نقطة لكن المشوار مازال طويلا. كويس. احنا بنتكلم في اربعة وتلاتين اسبوع المسابقة كلها. الاهل اللي اعملهم تمانية بقى ستة عشرين اسبوع. يعني انت بتكلم في كم رهيب من النقاط. يعني حتى ما اناش حتى خمسين في المية من النقاط. فهذه نغمة يعني انا انا شايف ان هي نغمة يعني ليست بريئة من وجهة ناظري. مش بريئة. اه طبعا. يعني الهدف منها ان خلاص يا النادي الاهل اللي خلصت الامور بالنسبة لك والفرقة وبتاع والامور تلتاع. طب ما لا قدر الله لو حصل اي ضرور في النادي الاهل ما الدنيا حد غير خالص. يعني لو وصينا السنة لعدة. طبعا مع الفرق ان النادي الاهل مختلف عن الاخرين يعني. لو وصينا السنة لعدة ان الاهل كان بعيدا متأخر بعشر نقاط. اه زي ما اجدهت متأخر بعشر نقاط. وقد يزددوا اتنشر نقطة. المفوض يبقوا اتنشر نقطة يعني. حال انما الاهلي كسب الاهلي ما زال ليه مباراة اقل بالنسبة لك. كلام اخر بعشنا. والكل كان يؤكد. من الزبارك بطل الدور. منذ الاسبوع العاشر او من اسبوع الاثناشر او بعد نهاية الدورة. انا زالك بطل الدوري والامور انتهت والقضية خلصت. وان الاهلي لو نجح في الوصول الى المربع اذا بيبقى ده شيء عظيم بالنسبة له. اه. الامور اختلفت تماما. صحيح ان الاهلي مختلف. ولديه اسرار. ولديه عزيمة. ولديه فرص. ولديه حاجات كتير جدا. وتاريخه وروحه. حاجات يعني غير محدودة. واجوار جمهور عريق. وادارة منظمة. كل ده. اه. يخلى الاهلي جي من بعيد. وقلب كل الموازين وخادة البطول. اه. صحيح. فرقة كتير جدا. ما توفر لهاش ده اللي الاهلي بيعمله. او ما يقدرش اللي الاهلي بيعمله. لكن لا يجب. ان ينخدع النادي الاهلي او الجهاز الفني او اللاعبين او الادارة او الجمهورة او اي حد. بان البطولة انتهت وان العملية محتاجة استرخيه ومحتاجة يدوه ومحتاجة عادي جدا. تكسب ماشي تعادل ماشي. لا كم ده طبعا مرفوض تماما. الدول ما زي فيها. الدولة لن يحسن. الا اذا كان طبعا قاعدة اللي احنا كلنا عارفنا. وكلنا حافظنا. انه لما يكون عدد نقاطك اكبر من. عدد المبارات المبارات المباقي مقارنة بالمنافسي. في حالة الحالة فقط تستطيع ان تقول رسميا ان النادي اهلي حسن دور. ما دون ذلك. انت بتكلم في اكتر من سبعين نقطة يعني. ما اقرب من اثنين من سبعين نقطة حاجة يعني مهولة جدا يعني. رقم مهول جدا. ممكن تحصل حاجات كترة جدا. ما حدش عارف المشوار ممكن يحصل فيه ايه. فهذا امر مرفوض تماما. وامر غير مقبول. الدوري ما زالة في الملعب. ومازال في عمق ضحت الملعب كمان ب pied في الملعب يعني. يعني كيف للمسابقة ان تنتهي في الاسبوع التامنة او الاسبوع التاسع منه يعني. يعني. توضيح نقطة. او الاسبوع العاشر يعني. واخد بلك هناك منافسة قوية. لماذا لا ينفس الموليين العرب? وهو الاقرب. حتى لو كان هناك حتى لو كان عدي وبوقات اكبر. لماذا لا ينافس الاتحاد سكندري. لماذا لا ينافس الزمالي? يعني اي حد يجي يعني. يعني دول الثلاثة الاقرب اللي انا اذكرتهم يعني الاخرون ابعد يعني الى حد ما. برمز من الفرق الكويسة وفرما مميزة وعندها العيبة وعندها فرق عندها شخصية. وحاليا بيتولى امورها يا كابتن زيزو هو اكثر دراية باموره الكورة المصرية. اكي. ولد جدا ان يرجع ويقدر يرجع يعني بشكل كويس جدا يا. الناد المصري بعيد جدا من الفجيات اللي حصل السنادي. برحفز واحد سفر على الجيش. بالزبط يعني يعني بقى في النهاية دي نتائج محوظة. فاللي عايز اكد عليه لا الدور انتهى فوق ولا الدور انتهى تحت. لان انت لو بصيت من من المركز العاشر للمركز التمنتاجر برقى ثلاث نقطة.